بما ان امي وحشتني قرار ترجع قضي يوم معاه واخترت يوم من ايام المدرسة فكت دايما هي تصحى تحضر الفطار بدري كده تمللنا السندوتشات بكل حاجة والسندوتش كان يبقى دايما ملازلس كده وكبير وتروح جاية ربطة وحطة في كيس كده وسايبه هن وكانت قبل ما تنزل تتأكد ان هي بتديه هن طبعا انا عملي بكت بشوف مرحلة التحضير انا كنت بص على ايه السندوتشات كده بس على ايامي كان السندوتش والله العظيم يبقى كبير شوية عيش فينه كبير بسمسم كتير والحشو بيبقى اكتر بكتير بس انا عشان ما خلاصش الطبع كله فقالت اعمل نبزة مع الاطمة كده خدت ذكريات لورا شوية دايما بقول الحياة قبل وفاة والدتي حاجة وبعد الوفاة ما بقاش في طعم مهما بتحاول تتبستي ما بتوصلش الانبساطة وتحسي دايما فرحتك مكسورة على ايامنا موضوع لبس المدرسة كان سهل بيجيب اي لبسة او من اي محلة امي صابياد والدنيا بتمشي وتلبس الشنطة بتاعتها جيدة اللي انت جايبها بس جت قبل منزل لازم تتأكد ان انا واخي كيس السندوتشات معايا لو مش واخده قد تبقى مشكلة ليه تقريبا من بعدها مش لقى حد يخاف علي او يهتم بيا زيه واول مرجع لازم ارمي الشنطة كده واعمل بقى مشمر وان انا جامد ما ان انا كنت غالبان خالص يا جماعة طبعا انا ما كنت رجعك هنلاقي يبقى جاهز بس تروح نجاهزه مع بعضك هيا دايما تعمل الماكارونا والبانية او تعمل الماكارونا بشمال دي اكتر حاكتين كابت تحب تعملهم بتسلو الطماطم بتاعتنا وتروح جايبها شوية وتضربها في الخلاط وتصفيها وتسيبها لحد ما تبرجات تجيب صدور الفراخ بقى وتروح جايبها مقطعها وطبعا ما كانش في نت فكت تلاقي مسلا قطعة بانية خينة قطعة رفياعة بتاع كلام من ده وهو ده الطبيعي وبتنزل بالتوابل البسيطة وكابت بتحط كامون ما اني ما بحبوش وبقد بقصومات وتروح جايبها في الصناية ولا اي فريزر عليها حاجة وتروح جايبها بنزلهم فطبعا كنت تلاقي فيه شوية اشور بتقعة وكده بس سكة الدنيا بتبقى تمام بالنسبالي والماكارونا وعلى ما تذكر كانوا بيسلوها بس بالمية زمان وكانت تروح جايبها بابا صلايا وشوية توم وتروح جايبها بقى في الطاصة كده الحلوة الجميلة وتروح جايبها بقى صير الطماطر والتوابل ملح وفلفل مفيش فوزي سيكرت وتروح جايبها بالإيه ايوة بالماكارونا مع شوية تقليب وتقدي على ق الله الله ميت مرة قد ما بحبيش التكمن على الفراح والله بيحظ الله ابدأ بالقطع دي عشان حستها تشاهد صراح يلا يلا دائما عينك على حدة المنصداز ايه جميل خشي بقى في الماكارونا بتاعي زمان اهه جميل وكل حاجة بس يعني مش حستها حيبها قوي يعني بعد ما بتخلص مذاكرة وقت العش بيقى معها التلفزيون وبنتفرج على روتانا سينا فانا ما كنتش بحب الصفار البيت بس هي كانت بتخترق طريقة كده عشان اكل بيها الصفار كانت بتروح جايه كده حتت سمنة تنزل في البيت كده بتديها تشويحة وتروح جايه بقى واخدة شوية من السمنة دي على الصفار وتروح جايه هرساة كده مع ملح وفلفل عايز اقولك بتغير الطعم ولو انت حتى بتحب الصفار الطعم ده بيبقى خطير جدا احلى سندوتش بجد هتشابها ليه؟ روتانا السينما مش هتقدر تغمض عينيك كان في حدا بيعمل كده زمان بقى يقولوا لي في الكومنتات لو عارفينك انا من الناس اللي بتحبش الصفار بس الطريقة دي بتجنيني بحب الصفار جدا بيه ايه ده بجد حلو ام فكري حلو يا تانت والله انت اسلم ايديك اللهي محمد اخر حاجة ودي دايما كنا بنطلبها الملك شيك بتاع التوينكيز بتجاهزنا كده خليط الايس كريم وتروح جاية حطها شوية كده في الفريزر وتروح جاية جاية بتوينكيزات ونازلة بالايس كريم كده ما يكونش ناشف قوي على اللبن شوية توينكيزات فوق عليه شوية لبن رشة كده وايه تروح جاية طلبان في الخلاط وتصبلنا احلى بقى ايه ملك شيك بنتجنن عليه ده انا جيت ياه والله العظيم رجعت عيشين تاتين سنة رجعت عيشونين سنة ورا كان بايتي لو ما شربتوش تبعي كله شفاط شفاط بيتفت جميل قوي يا نهر احوز انت خلصت كل ده فوق جميل قوي قوي لكنه فيه ايس كريم ما هو كده يا كده هو ايس كريم هو الله جميل قوي استنى بقى استنى يا بنتي احنا بنقيم مش بناشرف بقى يا نهر استنى انت مركبة شفاط بتاقي نرجعنا بأكبار نروح بقى نشوف تاليا اخر شيء عايز اقولها لو حد من اهلك متوفى الله يرحمه ويرحم جميع اموتنا ولو اهلك لسه عايشين دي اكبر نعمة في حياتك روح بوس ايديهم ولو مزعلهم رضيهم ولو حتى مش مزعلهم بوس ايديهم ويبعد انسى ان الاهل دول اكبر نعمة مش هتحس بيها غير لو خسرت بس كذا تسبح على خير بس كذا